حقق فريق نادي كاظما فوزا كبيرا على مضيف القادسية بثلاثة هداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور زين الممتاز لكرة القدم وسجل ديمبلي هدف كاظما الأول فيما أضاف شبيب الخالدي الهدفين الثاني والثالث قبل أن يقلص بدر المطوع النتيجة بعد النجح في تسجيل ركلة جزاء ليتصدر بذلك كاظما ترتيب المسابقة بعد أن رفع رصيده إلى سبع نقاط فيما تراجع القادسية إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند الست نقاط هذا وكان التضامن قد تغلب على الجهراء بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن فيما بقي الجهراء عند رصيده السابق بأربع نقاط في المركز الخامس